لم تمنع الطبيعة الجبلية الوعرة كورنان محمد علي من بدء العمل بجني موسم الجوز الذي تشتهر به منطقة هورامان شمالية محافظة السليمانية بكردستان العراق لكن موسم هذا العام لن يكون وفيرا كغيره من الأعوام بسبب موجة الحر والجفاف التي ساعدت بانتشار الأمراض والحشرات التي أصابت أشجار الجوز التي كان يعول عليها الفلاحون في معيشتهم في تسعينيات القرن الماضي كان محصولنا واثرا بحيث نحصل على ألف حبة جوز من الشجرة الواحدة وكان عندنا خمسة ألاف شجرة جوز ولكن المحصول الآن قل كثيرا بسبب الدودة والجفاف حاولنا استخدام المبدات الحشرية لكن لا يوجد خطة حكومية ومحلية لاستخدامها هناك إهمال كبير يؤثر على إنتاج الجوز الذي تشتهر به المنطقة هذا الانخفاض بالإنتاج لم يتأثر به كوران وحده وأصحاب بساتين الجوز بل العمال الذين يقطعون مسافات طويلة لتأمين قوت يومهم في ظل البطالة المنتشرة في البلاد عملي إسقاط الجوز وأمارسه منذ ثلاثين عاما الجوز الآن ليس كالماضي هذا البستان كان فيه خمسون ألف شجرة جوز لكن هذه السنة بسبب المرض والجفاف والحر انخفض عددها وإنتاجها بشكل كبير جدا لأن الجوز لا يتحمل درجات حرارة فوق الثلاثين درجة مئوية ويطلق القرويون في منطقة هورامان على المرض الذي يصيب أشجار الجوز اسم لارش وهي نوع من البكتيريا حاول السكان المحليون التخلص منها على مر السنوات الماضية لكن دون جدوى بحسب تحاليلنا يعود انخفاض إنتاج الجوز إلى الفطريات والبكتيريا وبالفعل يكون علاجها صعبا إذا لم يجري التعاون بين السكان والجمعيات الفلاحية ووزارة الزراعة لكي نحمي أشجارنا من المرض الذي يصيب الجذور وما تلبس الشجرة أن تيبس ويبقى مستقبل هورامان كمدينة للجوز والبساتين مهددا ما يحتم على السلطات الحكومية في كردستان العراق العمل لإنقاذ منطقة شكلت طفرة زراعية وسياحية أدرجت على لائحة التراث العالمي